وكتعلق على التقرير اللي احنا لسه شايفينه مع بعض ده فكرة عدم او ممنوع تداول المدربين او مدرب يكون في اكتر من نادي في نفس الموسم شايف المشكلة هنا منين وهل القرار ده صح في التوقيت رحالي ولا غلط بس هو ممكن تقول القرار في التوقيت ده ممكن تقول سليم مصبوط ولكن انا شايف فيه تحامل جامع جدا على المدربين محدش بص الاندية كله بيدور على المدرب اللي سابي النادي ومش طب انت دلوقتي حادتك المدرب اللي سابي النادي ده اللي ساب مثلا عن التكلم سيه على محمد عودة سابي المحلة ورح المقولين اي ان كان نادي انا مثلا معه من ضمن النمازج طيب مين اللي كلم محمد عودة رح بمزاوج المقولين ولا النادي اللي كلمه تفاوض اكيد تفاوض من النادي فاذا هي برضو فيه بعض النادي نفس الكلام الوضع بالنسبة لأحمد سامي في السيراميكا ما رحش السيراميكا بمزاوجه سيراميكا قاله سيبه تعالى بس يوني من المحلة لسموحة فما جيش أنا أمسك المدرب يعني دي نقطة الناس بشو غدا بلا منها الاندية عندها برضو عندها قصور فأتمنى أن القرار ما يتمش تفعيله على المدربين بس لا الاندية كمان لازم يتم تفعيل القرار معها بما يناسب الانتقالات المدربين إيه قرار ممكن يطلع الاندية يعني حتى ممكن إيه اللي يتقال يعني مثلا الاندية مالوش أكتر من اتنين مدربين في الموسم انت بطل المدرب مالكش غير مراوحة هتمرم فيها طيب افترضنا المدرب ده قاعد مثلا اسبوعين ثلاثة أسبوع أربعة أسبوع ومشي وكان جيله برضو عرض أفضل بعدين فيه شروط جزائية وممكن نعمل حجم الاتنين يما هنجبر الاندية يجيب مدربين أجانب يما هنقول لمدربيننا روحوا ضربوا بره أكيد يعني دول ممكن يحصلوا أكتر بس ده من زمان كان بيعطف الدولة المصري والناس كدير كان بتنتقد ده فكرة بدون ذكر أسماء في مدربين دربوا تقريبا نص الدول حاصل يمشي من هنا يروح هنا يبقى فشل هنا ويروح المكان فشل أو ناجح ممكن يكون ناجح ويقول له تعالى عشان فيه معارض مادية أكتر أكتر آه فقول له ده بيعمل مشكلة تانية مثلا مثلا فلان بيروح المكان الفلاني فمعتمد على ثلاث لعيبة فعايز يجيبهم معاه آه فيجيب ثلاث لعيبة معاه ففيه لعيبة لفت على خمس ستة أندي مع هذا المدرب أو مع مدربين دول فأكتر من الحالة ده كان من زمان جدا بيحصل وبيحاولوا يعدلوا ده الوقتي ولكن كان يخلوا أسلم ببداية الموسم الجاي ولا كان من الموسم ده في النص كده علشان هم وقفوا عشان وقفوا ملاقوا فيه هوجة حصلت وفيه اعتراضات كتير حصلت منه على السوشيال ميديا وفي البرامج وفي الإعلام فقال لك لأن ده اعترضت فقال لك نوقف في القصة دي طب ما أنت كنادي برضو من حققة كانت في سنة بتنشي المدرب بتقول له امشي أو اللاعب لما اللاعب يسيب ناري ويروح نادي تاني آخر يقول لك اللاعب سابني ومشي طمامت ممكن يجي وقت تقول له شكرا مع السلامة مش عايزك وضربت مثلا قبل كان مثلا بخصة عصام الحاضر لا ما هو بيكون فيه التزامات عقود يعني مثلا بيكون فيه يما شرط الجزائي فصلا النهاردة زي ما اللاعب ليه حق عند النادي النادي ليه حق عند اللاعب مثلا ما ينفعش أجي أقول النادي قال لمدرب يمشي ومدرب ممكن يرفع عضيه مدرب لو العقد ما يشتريتش أنه يمشي غير بعد ما ياخد شرطه جزائي أو بعضه طرده معينة أو بعض حاجات معينة مش هيمشي طيب ما أنا بتكلم في كده يا من قص برضو يعني ممكن يكون فيه تعديل في السياغة العود السياغة العود وبعدين بس فيه ميزة بقى فيه تعديل في السياغة العود ويبقى فيه شروط جزائية أكتر على المدربين يعني بقى الشرط الجزائي الأكبر كبير بحيث أنه برضو يعرقل شوية مسألة الانتقاله من نادي لنادي بس أنا بقى فيه حاجة كويسة جدا في القرار ده الناس مش هو ده بلا منه برضو هقول أن القرار ده هيفتح فرص أو هيطلع كوادل تدريبية جديدة مدربين جديد يعني أنت لو أين دي ماشي مدرب هجيب مدرب قاعد ما يقتدي بقى جيب مدربين الشباب فدي فرصة أننا ما اشتغلش بقى على كام على 15-20 مدرب شغالين بيلفوا حوالين بعض لأ عندي بقى أبتدأ أجيب كوادل جديدة وطلع مدربين ووارد جدا أننا عندنا أسماء كبيرة طلع على الفترة فاتت بشكل كويس خالد جلال ماشي بشكل كويس ما شاء الله أحمد سامي علي ماهر هيسم شعبان سيراميكا رضا شحاتا فجونة عندنا عمد النحاس من كم سنة كتير أنا بأتكلم أنت تلوقتي فيه كوادل عام حبيب باسيوني ابتدأت تطلع أسماء جديدة كنا الأول من فترة حوالي خمس سنين كنا بنشتغل في اسم صح من فاشنين سكت مجدي عبدالعطل لأ طبعا مجدي من المدربين اللي هايلين وعملت شئول كويس مع فارق وصعد معهم أكيد ما فيش شكه قبل كده مع أسوان بتكلم الجيل اللي هو طالع الجيل اللي هو 74 وخمسة دي أخذ فرصة بقى دي حاجة كويسة أنت بتعمل كوادر جديدة فمن ضمن المميزات برضا عشان ما نتحملش على القرار لهذا القرار أن فيه هيبقى فيه كوادر جديدة هتطلع عن شباب بطل الجاية في مجال التدريب مصرحة بيستغرب هم 18 نادي وفيه تقريبا 16 مدرب يعني فيه تقريبا انت بتتكلم 16 مدرب ده قبل كده كنت بتتكلم من حوالي 5-6 سنين أن فيه حوالي 5-6 مدربين يمشي من هنا يروح هنا بس كان فيه مدربين كتير أجانب أنا معاك مطبع ما أنا بتكلم كان فيه أجانب المصرحين كانوا 5-6 مدربين يمشي من هنا يروح هنا يمشي من هنا يروح هنا ما ينجحش معناه ده يروح نادي تاني وممكن ينجح معاه فأنا بتكلم ان انت كنت قافل المنظومة كلها بالنسبة للمجال التدريب على أو المدربين على عدد معين دلوقتي خلاص العملية فتحت دلوقتي وبتدي زي ما أنا بوسع القاعدة في قطاعات النشئين حب نتكلم ده من قطاعات النشئين والبراعم وتوسيع القاعدة بالنسبة للقوائم اللي عامين والكلام ده كله هبتدى وصع القاعدة بالنسبة للمدربين ودي حاجة كويسة اننا هبتدى اكتشف كادر جديد واسماء جديد هتظهر على الساحة تدل الفترة جاية فأتمنى لقد ده يكون مصطحة الكرة المصرحية أه أتمنى يبقى فيه توازن بس ما نجيش قوي على المدربين والأندية ما بقاش عليها أي لا ده الأندية هي اللي بتقول المدرب سيب هنا وتعال هنا صح يعني بس حبيثة نقش حضرتك في التقارير إنه كان تقارير مهم جدا